طيب خلينا نروح بقى للمريم علشان نرحب بيها عشان ايه زيك مريم زيك يا كابتن إسلام برحب بيك برحب بيك يا كابتن أيمن مبسوطة نعم معاكم للمرة التانية في الأهلي في المونديل أهلا بيك عندك أخبار مهمة وكثيرة النهاردة خلينا نبدأ بأول الأخبار اللي عندنا فعلا زي ما انت قلت يا كابتن إسلامي نحن النهاردة فقرتنا الإخبارية مليئة بالأخبار الهمة الخاصة بتدريبات الأهلي واستعداداته جماعها طبعا لمواجهة بكرة أمام بالمراس البروزيلي باطل أمريكا الجنوبية خلينا نروح لأول أخبارنا طبعا النهاردة مع المارد الأحمر اختتم من فريق النهاردة تدريباته بقيادة مديره الفني مستر بيتسو ماسيماني وبدأ الميران الساعة ستة ونص مساء على ملعب كريكات بأبلغ في الأمارات وده طبعا قبل مواجهة فريق بالمراس البروزيلي باطل أمريكا الجنوبية بكرة إن شاء الله كمان قاد كابالو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللعيبة في فقرات بنانية متنوعة في بداية المران الجماعي لمدة نصف ساعة كمان موسماني قاد اللعبين في تأسيمة قوية وشارك فيه تأسيمة جميع اللعبين وشهدت طبعا حماس كبير للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالمراس وقام موسماني بإعطاء تعليمات محدد اللعبين أثناء التأسيمة سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية كمان النهاردة الصبح خضع كل لعبة الفريق والجهاز الفني والإداري وكمان أعضاء البعثة في أبوظبي لمسحة طبية جديدة طبعا ده قبل خوض مباراة بالمراس البروزيلي في قبل نهاء نقس كأس العالم للأندية وده طبعا زي ما احنا عارفين بيكون إجراء روتيني قبل أي مباراة بي لعبها أي فريق في العالم كله يعني يمكن يا كابتن إسلامي وكابتن أيمن خدنا على ده خلاص خاصة أن دايما الأعراض ما بتبقاش بينة زي ما حصل كمان في حالة مستر بيتسو موسيماني مؤخرا لازم كمان المسحة كانت ضرورية جدا خاصة أنه الأعراض ما بقيتش ببان فبقى إجراء روتيني وبيحصل كل يوم بشكل مستمر النهاردة كمان بدأ بيرسي تاولع بالنادي الأهلي تدريبات الجارية حول الملعب وخاط جانب خفيف من تدريبات الكرة ده طبعا تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق وخلاص الحمد لله بيؤدي بيرسي تاول مرحلة جديدة من التأهيل البدني في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي عشان يتخلص من الإصابة اللي تعرض لها بشد في العضلة الأمامية نروح بقى لفريق الهلال السعودي وليوناردو جردام نعدي الفريق عامل عاملين مركاتو شتوي غير طبيعي مش ممكن يعني مشروب وميز وجابه يعني عارف عاملين حاجة كذبه كمان مباراته بالأولى كابتن أيمن ستة واحد ستة واحد ومبارات جمدة جدا لكن خليدنا نفكر إحنا ببالميراس عشان بعد كده نشوف إن شاء الله يمكن نقابل الهلال في المباراة نهاية يا رب إن شاء الله إن شاء الله الحقيقة إن ليوناردو جردام المدير الفني الفريق طبعا بيعترف إن شالسي الإنجليزي هو المرشح للفوز على فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكن كمان بيقول إن الكورة مفيهاش مستحيل مدرب الهلال السعودي كمان بيقول إنه هيعمل تغييرات فنية في خطته وخصوصا في خط الدفاع لما يلعب شالسي الإنجليزي بطل أوروبا الهلال السعودي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد ما كسب الجزيرة الإماراتي بنتيجة كبيرة جدا كانت ستة واحد طيب قبل ما تكملي عايزة أقولك أنت لسه كنت تكلمي عن المسحة صح؟ طميل الحمد لله المسحة سلبية يعني ظهرت النتيجة ومسحة البعثة كاملة البعثة كاملة يا شباب صح؟ البعثة كاملة بما فيها لعب المنتخب لسه لعبت المنتخب تهيل عشان جمة آخر لسه جايين إحنا كنا زعين على الهواء لكن دي المسحة التي اتعاملت الصبح لكل اللعبي الحمد لله نادي تشالسي الإنجليزي بطل أوروبا قد أول تدريب لي في أبوظابي قبل مواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وصحيف ديلي ميل الإنجليزي قالت أن تشالسي تمرن بعد أقل من 24 ساعة على آخر مطش ليه في كأس الاتحاد الإنجليزي وكمان من غير قال لمدرب طومس تخال اللي ما سافرش مع فريقه لأبوظابي لأنه أصيب يوم ستبت فيروس كورونا وتم عزله الحد دلوقتي الحقيقة مش عارفين إذا كان تخال هيقدر يلحق فريقه في البطولة ولا الجهاز المعاون هو اللي هيقود الفريق الإنجليزي في المباريات صحيفة جلوبو البرازيلية عملت تقرير وقالت فيه أن منافس بالميراس في مونديال الأندية هو الأهلي نادي القرن وحاصد البطولات والألقاف في مصر وفي قارة أفريقيا كمان الصحيفة قالت أن كل حاجة في النادي الأهلي هي أحسن حاجة حتى أن مزانية الفريق تقول أنه يمكن أن نقرنه بأغلى الأندية في البرازيل زي بالميراس اللي بيعتبر أغنى أندية البرازيل في الوقت الحالي وكمان تكلموا عن بطولات الأهلي وعددها الكبير وأنه نادي القرن في إفريقيا وأنه أول نادي عربي وإفريقي يكون عنده قناة فضائية سنة 2008 وفي ختام التقرير قالت يمتلك الأهلي قاعدة جمهرية كبيرة في مصر وتتراوح عددهم بين 40 إلى 70 مليون مشجع بنسبة 70% من سكان مصر الحمد لله مشيحنا اللي بنقوله هو ايو صحيح مشيحنا اللي بنقوله هو طبعا بيقول 40% طبعا 40% دي قليلة جدا لكن لبلك 70% 70% من الشعب المصر من 40% لـ 70% لكن مش من 40% لـ 70% لـ 80% على فكرة الفترة الأخيرة يمكن أنا لي بعض الأصدقاء في برازيليين فعلا جماهير بالميرس تقريبا كلها مستنيا موراة النادي الأهلي أكيد أعاي زيديا يعني خلي بالك برضو عشان احنا كسبناهم أيوة بالضبط كيرا مش نسين لحد دوقتي ان الأهلي كسب بالميرس السنة اللي فات خلينا نشوف اين اللي حيحصل الحقيقة كل الصحف متكلمة بشكل كبير جدا عن نادي الأهلي ووصفينه بشكل كبير جدا وده يعني حاجة لا يمكن نحنا نخفالها لأن النادي فعلا نادي الأهلي نادي كبير وعظيم وده ما ينفعش أنهم يتجاوزوا أو أنهم يتغادوا عنه نروح بقى لموقع يولي البروزيلي الشهير اللي تحدث النهاردة عن مواجهة الأهلي وبالمرس غدا وقال أن في عدة عوامل مهمة يجب على الفريق البروزيلي الحضر منها أبرزها طريقة لعب الفريق البروزيلي اللي بيعتمد على المرتدات في مواجهة الفرق الهجومية وده مش هيكون موجود بكرة على حد وصفهم بالإضافة إلى رغبة الأهلي الشديدة في تحقيق إنجاز أفضل من البرونزية في المونديال أما العامل الأهم من وجهة نظرهم أن الأهلي بيعد واحد من أكثر الأندية شعبية على كوكب الأرض لذا فلعبي بالمرس هيخوضوا اللقاء وكأنهم في ملعب القاهرة نظرا لشعبية الأهلي الكبيرة في الإمارات حقيقة دي كانت كل أخبارنا النهاردة في جولتنا الإخبارية سواء عن استعداد النادي الأهلي وكمان الصحف يعني البروزيلية وديلي ميل كل الصحف ازاي اتكلمت عن النادي الأهلي ومواجهة بكرة بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي العظيم بكرة أمام بالمرس بطل أمريكا الجنوبية إن شاء الله بشكرك جدا كابتن نايم بشكرك جدا كابتن إسليم تقرى متميزة جدا جدا كالعادة